طيب خلينا نروح لأخبارنا والتفاصيل زي ما قلت لكم النهاردة إن شاء الله يعني الجهاز الفني قرر أنه النهاردة راحة سلبية في محاولة يعني أنه يدي نفس اللعبة شوية هو حاسس بأنه في حالة إجهاد معصرة بشكل كبير جدا على مستوى اللعبين وشايفين أنه عندهم بريك يعني لطيف تكلم على إحنا هنلعب أعتقد مع فيوتشر يوم الثلاثة اللي جاي فبالتالي يبقى فيه إلى حد ما فترة كافية أنك تحضر لمباراة فيوتشر بعد ما اللعبين تحصل على راحة مرة مرة تانية ومن الحاجات الإجابية زي ما قلت لكم في بداية الحلقة وجود عبد المنعم فيه على رغم أن أهلي لم يعاني دفاعيين مبارح يعني أعتقد من ناحية دفاعية الأهلي لعب جيم كويس جدا الشناوي كان حاضر خط الدفاع بالكامل حقيقة كان حاضر فيه لعيبة أجادة مبارح ظلمتهم يمكن نتيجة المباراة لكن الحقيقة فيه لعيبة عندها إصرار ومنهم محمد هاني بصراحة يعني هاني بشكل كبير جدا حاسس إنه مباراة بعد التانية بيقدم وعمل جيم سموحة كان أكتر من رائع الحقيقة دفاعيا وطور بشكل كبير جدا هجوميا ويمكن ده يكون واحدة من إعادة توظيف هاني أو إعادة استخدام قدرات هاني اللي بشوفه الحقيقة يعني هجوميا كمان مميز قوي يعني لو خد مساحة أكبر لو اشتغل وكمل على التطور المستوى اللي كان عليه في الفترة الأخيرة أعتقد يرجع هاني بتاع كاس العالم النسخة قبل الأخيرة اللي فوزنا فيها على بالميراس وقدم مباريات سواء مع الدحيل أو مع بيرميونيخ طبعا كاتل مباراة الأروع يعني بتهيل يعني هو شخصيا بيعتز بالمباراة دي جدا فحاسس إنه هاني بيقرر بالحقيقة وما تظلموش اللعيبة مع تلاحم المواسم ده عمش عايز أتكرر كلمة تلاحم المواسم دي كتير عشان ما تبقاش شماعة الحقيقة لكن في بعض الأوقات بالذات كمان لما العيبة بتتصاب بيبقى صعب يعني واحد من الغازب النسبالي مثلا ديانج ديانج حقيقة عرغم أنه شارك في آخر مباراتين لكن مش هو ده ديانج اللي احنا نعرفه السلية مازال حقيقة قدامه شوية عشان يستعيد مستوى مرة تانية ففيه العيبة بتبعد عشان ترجع مرة تانية ما تنتظرش منها أنها تديك المردود اللي كانت وصله له أو التوب فورم اللي كانت وصله له قبل الإصابة مباشرة لا الموضوع بياخد وقت وأتمنى وإن كان الموضوع ليه ناحية أجابية وناحية سلبية أنه الجهاز الفني وخصوصا لما يبقى فيه فترات زي الفترة مثلا اللي ما بين مبارات الجونة ومبارات فيوتشر يبقى فيه ماتشاط ودية يشارك فيها اللعيبة اللي ممكن تكون بعيدة يعني كريم فؤاد بقاله فترة مثلا ما بيشتركش عرغم أنه لما خد فرصة برضو كان قرب من كريم فؤاد اللي احنا كنا مستنينه محمد محمود متولي وغيرهم من اللعيبة حتى الشباب محمد أشرف زياد طارق يبتدي وياخد وقت أطول الكوكا وغيرهم من اللعيبة بحيث أنه وإن كان ده أنا ممكن أتفاهم أنه يكون فيه تخوف على أنه في الماتشاط الودية دي ممكن يبقى فيه إصابة لقدر الله وبالتالي الأهلي مش في حامل إصابات لكن أنا أشوف أنها حتى لو كل فترة وفترة أعتقد تخلي اللعيبة اللي بعيد شوية تبقى رجلها في الملعب تبقى قريبة لما تحتاجها تتلاقيها قريبة منها تكون جاهزة